اشتركوا في القناة كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة وذلك لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة من خلال تيسير التقييم المشترك وإطلاق مبادرات جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الطاقة المتجددة وتزويد الغاز الطبيعي المسال الانجي والاستكشاف وقد أكد معالي الوزير على حرص مملكة البحرين إقامة المشاريع المشتركة وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات العمل المشترك المعززة لبرامج تطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين منوها معالي بهمية الزيارة في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة البحريني ولسيما من التقدم ولسيما مع التقدم الذي تحقيقه المملكة في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تطوير الموارد الحالية كما أشاد معالي الوزير بالدور الذي تطلع به شركة إني في تطوير القطاع النفطي في دول العالم ولسيما في مملكة البحرين منوها بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إني لما لها من خبرات طويلة في هذا المجال وكوادر متميزة قادرة على استخدام أفضل التقنيات الحديثة في تحقيق نتائج متقدمة في هذا المجال الحيوي والمهم متمنيا كل التوفيق والنجاح للشركة فيما تسعى إليه من تطلعات مستقبلية وقال معالي وزير النفط أن الاتفاقية سوف تمهد الطريق للمزيد من النقاشات حول التعاون المشترك بين شركة تطوير البترول وشركة إني بما في ذلك تبادل الخبرات والدعم في مجال الطاقة المتجددة وإمداد الغاز الطبيعي المسال الانجي وتقييم المزيد من الفرص في مجال عمليات الاستكشاف من جانبي قال السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إني إن الاتفاقية توضح التزام شركة إني بتوسيع وجودها في مملكة البحرين مع متابعة استراتيجية الشركة الشاملة لإزالة الكربونات كما تمثل جزءا من انتقال الشركة نحو الطاقة الخضراء والاقتصاد الدائري الذي تم العمل به منذ عام 2014 وهدف الشركة هو دعم زيادة مصادر الطاقة منخافضة الكربون في البلدان التي تعمل فيها من أجل ضمان الاستدامة على المدى الطويل مشيرا إلى همية تطوير الطاقة المتجددة من خلال تعزيز دور البحوث العلمية والتكنولوجية في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر